موسيقى سبلي الموضوع الحلقة على الساعة 12 و 24 دقيقة الفريكي واللوبيا المعنى معنا خمس دقايق بدنا نحكي عن شغلة صحية بامتياز طب كيف صحية امتياز بامتيازة شبشدي وهي Noch which كلنا من خار من Click Sandwich أوكي إنه مايوناز كيتشاب زبدي على التوست أوكي منحشية منحط بقلبه بايضة بايكن أنا اليوم أعملته بطريئة صحية بجة عجب عيد بانتياز مع صالصة التوم مين ما بيحبوا التطوق كلنا الصغار الكبار الختيار الجد الست كلنا مناكل طوق التوم مع الجيج بقلبه فساطة او كبيس فانا عملته بهذه الطريقة شوفوا كيف اوكي قبز محضر من قبل بقيت حطيته هلا مشان سخنه عندي كمين الجيج مشوي من قبل رح ارجع قادي مع ملح وبهار وزيت زيتون اما كمين بالنسبة للتوست اللي انا عندي هون توست بس محمص من دون ما نحط علا ولا شويد زبدي شوف اعمل انا علا منبلش ناخد هل توست وعندي انا التوم بعدين منحكي كيف بدنا نعمل التوم بالبات وصرنا كمين عاملين وكذا مرة منبلش انا حطوا التوم على التوست طبعوا لي بهذه الطريقة طلعوا كيف مناخد التومات سالعنا 8 كمين ومناخد التوم كمين هون 3 او 3 وحدة وانا رح اعملكن اليوم اربع طوابق عن غير عادي العالم كلها بيعملوا الكاب ساندويتش اوكي ب 3 طوابق 3 توست الشفشادي اليوم اربع طواست كمين بس بدنا صار بدنا اسونسور وزرحت الكعربة كيف بدنا ناكل التوست يا شفشادي اوكي بلشنا خسي هون بالطريقة وجونا حطينا كمين خسي حدا ورحنا على نوع من الخس التاني اذا بدنا طلعوا كيف بهذه الطريقة كتين حلوين رحنا كمين جبني نحط جبني كمين حدا هون وكمين الجبني هون يا شفشادي بهذه الطريقة نروح على التجاج الي نحنا عنا حطينا واحدة هيك واو وحطينا واحدة هون وجينا اخدنا الكبيس شايفين شا عم اعمل كبيس خيار كبيس مقتف كمين نجيب كورنيشون كورنيشون اللي هو البيكلز اللي هو الاخيار اللي صغير كمين بيعقد طلعوا كيف هون الكورنيشون فينا كمين اذا بدنا نجيب بنادورة واذا بدكم فيكم تكتبوا الوصف تطلع على الشاشة قدامكم بس انتو فيكم تزيدوا يلي بدكم يعني الوصفة موجودة اي نوع من الكبيس اذا كانت في الكمية التجاج اللي انا عندي اكتر من الكمية اللي انا حضرت اهوان المشكلة طلعوا شو عملنا هون ومنكبس بها الطريقة طلعوا ومنرجع منرد كل شي على المقلة طلعوا كيف ومنجيب كورنيشون نكاشت اسمائنا طلعوا وان محلة واحد للاخر بقت اثنين للاخر بقت تلاتة للاخر بقت اربعة للاخر ساتهلق مربوطة كلها ببعضة وصال انا فيه هون امسك وابرم تطلعوا كيف ودخل لك كيف طلعوا من هون شفتون واحد اثنين 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 هلأ بيجي وقت نحط التوم بالنص وراح نقدم الكتاب ساندوش رح قالكم كيف التوم هون واو ناخد هاك كله هون سخن نجي منقطع بالطول طلعوا كيف هاك هون شوفوا كيف واحد كمان نبرم نقطع بها الطريقة نمسك مصبوط نلذج السكين وراح نبلش نشوف الشكل الحلو واحد اثنين وغادا كيف نا تلات غادا كيف نا غيدا كيف نا سوري غيدا اطلع اديش الكلاب اول شي صح اي مبين صح اي اوكي وبعد شبه قالك اديش طيب وبعد شي خلي لي جبني على جنب اوكي بدي ساندوش ها الطبق بدي ساندوش محمص عجنب انا بدون توم بدون شي هنية راح تابع محطاتنا ويخنة اللوبي باللحمة مع الفريكة هي الطبق اللي عم يحدرنا هي الشفشادي ورشة ملح سي اطيب من اليخنة احبا صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقة ممتعة اليوم ممتعة 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 مع الشفشادي ورشة ملح يخنة اللوبي فريكة بما نحكي عنهم بطريقة حلوة نعطي معلومات كافية عنهم متل ما كل يوم عم نعطي كمية من المعلومات عن كل طبخة او يمكن في معلومات مش يمكن على الاكيد عم يمرقوا عنا معلومات كتيري مالهم خصة بالطبخة يعني متل مبارح عملنا الجامبالايا مرقوا معنا بهرات الكيجن مرقوا معنا بهرات الكريولة مرقوا معنا كيف الرز نحنا منسلقه من دون ما نغسله مرق معنا بعدين كيف شلنا العظمي من كمان فقد الجيجي يعني يمرق معنا كتير معلومات واشيه كمان نسية كما انه اليوم كمان معلومات زيادة في وصفة اسمها اللوبيا يخنة اللوبيا اوكي فيني اعملها حمرة فيني اعملها بيضة وفيني اعمل حدها رز بالشعيرية وفيني اعمل اللوبيا مع اللحمة مع الفريكي مع بعضهم يعني فيني اجي بصلي وتوميية بعدين بحط اللوبيا بعدين بحط الفريكي بعدين بحط عليهم المرأة وبحط عليهم المياه اللي بدي اسلقه فعندي طبخة مع بعضها لأنا رح اعمله اليوم رح اعمل شغلة شوية صغيرة مختلفة اوكي رح زيح شوية صغيرة عن الوصف الاساسية رح نجي نعمل شغلة بتاع تبو الشاف شادي بيحب دايما نحطها التاتش او هاللمسة الحلوة يلي مرت كتيره بتميل بتميل اكتر لمطبخنا اوكي عاملت بذل كمان كتير معلومات على صفحات الفيسبوك التابع على الشاف شادي كلها سوا والمعلومة اللي اصرنا 3-4 تيام عم انتبعها هي لاش نحنا ملح خشن احسن من الملح الناعم ولاش احسن نحط ملح خشن اكتر بالمي وقت اللي منسلو ماكروني او نودلز بعد ما حدا جوابني الجواب المضبوط وقبل ما تجاوبوني انا مرح جاوب انا عكيد بعرف عم بتجاوبوا كلكم مناح بس بعد موسط هايدي الشغل اللي حكينا عنا من حوالي 6-7 اشهر اللوبيا ويخنة اللوبيا اوكي مي عم تغلي رح نشيل عنا اوكي هل الكفر بس تغلي المي منحط فيها الملح ليش حتى المي ما توقف غليان يعني احنا دايما 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 محط الملح بعدين حتى المي ما تكون تقيلة شو يعني يعني انا اذا بحط الملح بس تكون المي بردي بتتقل المي بعدين بتطول حتى تغلي بخسر غاز بخسر مصاري بخسر وقت اوكي انا بحطها لكل لتر واحد من المي بحط ملعة اصغيرة من الملح يعني حوالي 6-7 جرامات من الملح لايكوا بعض المية عم تغلي. انا بسكر عليها نطف صغيري. خلا شو بدي يسلق فيها اليوم بدي يسلق فيها لوبيه. لوبيه انا عنديها اكيد لوبيه خضره. بتعاقلي بتجني بس حق الكيلو 4500 ليره. غالي شوية صغير اللوبي بها الايام. بس انا اليوم شاري شي 600 جرامين ل 3000 ليره من اللوبيه. 3500 ليره من اللوبيه انش اثنان دولار. بطلعو يطبخه بتعاقيد بتجني بعمل حده شوية فريكي او شوية رز. ما عندي ايام مشكلة بتكون الطفخة كلها كلفتني اليوم. انا يمكن اربع دولارات او خمس دولارات مع الفريكي او مع الرز حده. انا اكيد هون مغسلون. كيف مغسلون ومقطعو هلا بنشوف كيف. بس هلا بدي يحطون انا بالمية عم تغلي. تلعو كيف. بحسلقون. صاروا كلهم تحت المية بسكر عليهم شوية صغيري. بعدين بشير عنهم الغضاء بعد حوالة دقيقتين. بس يغلوا بشير الغضاء. اوكي. اللو بي انا بشتريها بهذه الطريقة. بعدين انا بيجي بعملها بهذه الطريقة هيك. اذا عندها مثلا شيشلش طارع. بتصين عندي اياها بهذه الطريقة. بعدين بكسرها اذا بدي بايدي. او بجيب سكين بقطعها هيك ها. هيك كمين اجمل تطلع ومقطعها. متل ما بتكون. وانا عملتهم هيك وحطيتهم بالمية. دم؟ اوكي. نزع نحطهم كلهم هون. خلا بدي اعمل شغلة حلوة. هون كمين هون الكاميرا بتفرجينا. انا عندي مية هون مسقعة. ما بيكفي. ما بيكفي مسقعة شوي. رح سقعة اكتر. شو بعمل؟ بجيب تلج. اوكي ها. انا عندي تلج. حلو العجقة. حطينا التلجات فيها سهرت مية كتير مسقعة. هادا شو بيعمل؟ بس شيل انا اللوبي. من المية المغلية. حطة هون. او كوسة حطة هون. اي خضرة خضرة انا عم بيسلقها. بشيلها من هون. بحطة بالمية المتلجة بتحفظ لي اكتر على اللون الاخضر طبعا. ما الى خصة القيمة الغزائية. القيمة الغزائية الى خصة اذا بيسلق كتير او بيسلق قليل. هادي القيمة الغزائية. اما بالنسبة للمية والتلج هي مشان تخلي الخضرة الخضرة. لونة اخضر ويضل لونة اخضر. مفهوم الموضوع؟ اوكي. حطة هنها هون منرجع. انتهى لشغل تانى. انا عندي هون. مرقة للتجاج اللى عملتها. اوكي من حوالى يومين استقنا فيها للتجاج. بعد عندي شوية صغيري انا عندي هون هون. عم يغلوا. وراح قط فتحتهم. او مش رح قط فتحتهم. خليكن عم تغلوا. طنجرة هون تانى تعمل فيها الفريكي. وطنجرة تعمل فيها اللوبي بعد شوية. ولو عندي بعد شي اثنين غاز كنت اركضت لي شي طنجرتين. اوكي. بلشنا نغلي بعد. بس نغلي دغلي نشير الغطة. بصلي. بصراعية شايف الشاي دي بها الطريقة. نقطعها. طلعوا كيف. الشرائح تبعولها. ما ضروري يكونوا كتير 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 يكونوا نحاف. يكونوا مأسوسين صغار. يكونوا مفرومين صغار. ما ضروري يكونوا كتير. اوكي. يعني نذكروا هذا الموضوع. رح اخذ نص بنص. طلعوا هون. بلشبهاي. طلعوا كيف. اخدهم دا بطريقة. بيكفي. كمان هون. بيكفي كمان هون يا شفش. يطلعوا كيف. وهلا بعد شوية. لح الكاميرا تفرجينا الكلاب ساندوش اللي عملناه مع التوم. ومع الادجاج. والصحة مية بالمية. ورح نحكي بعضين عن البندورة المجففة. كيف بتنعمل. وبدنا نحكي كمان عن التوم مع النشط الصحي كيف بنعمله. اوكي. لكا نحن هنا عنا البصل. سعر. رح نولى تحت هاي التنجرة. وهاي التنجرة. واللعناية شفش هذه. والطريقة. ولعوا اثنينيتهم. وهلأ دغري. ها ها ها. بلاش طل ما يتغلي. طلعوا كيف احبائي. دغري بشير انا الغطا. لاش بشير الغطا. لانه اذا بخلي الغطا فوق اللوبي. اللوبي بيتحول لونة من اخضر الى بني شوية صغيرة. لانه بيعبق عند البخار. ما بيتبخر وبيطلع برات التنجرة. بيخليلي اللوبي او اي خضرة خضرة عم بس لقى. تصير لونة بني. او عبني او تخسر اللون الاخضر طبعا. اوكي. هون واللعنا. واللعنا. زيت زيتون. بالتنين. فيما نحط زبدة فيما نحط سامنة. بس عم نشتغل دايما نحنا عم نحاول نشتغل. عالقليلة. سبعين بالمية من شغلنا. انه يكون. صحي. رح نوط النار شوية هون لانه اقوى. رح نجي نحنا. ها. نحط نحنا كمان من البصل. شوي صغيري هون. طلع هون. واو. وكمان هون. عندي البصل. كمان هون بها الطريقة. ومنحركم. شرنا. واحدة هون ملعقة. واحدة ملعقة هون. اوكي هون لللوبية. وهون تعمل الفريكة. طلعوا كيف. وطلعوا لي هون باللوبية كيف عم تغلي انا قدامي. هلا. بوط شوي. عملنا البصلة. رح يصير لونة تطلعوا. رح يتحول لونة شوية صغيري ل. لأصفر. اوكي. ما تخليه يتحول لأحمر لأصفر. بطفة. سات اندي ايه عجازة. مطرة التوماتر رح يوصلوا لعندها بعد شوية. يعني بعد اقتين من ولا تحتها. اما هون. رح جيب حص واحد انا. من التوم. ميشيل الفريكة. رح نقص. هلحص بهالطريقة هيك. منقطعوا. شبتو كيف. كمان ما ضروري. يكون كتير كتير. مفروم ناعم. طلعوا كيف هون ها. هل التومات بهالطريقة. وزا تطلعوا قدامنا على الفريكة. عندي جات. الفريكة موسخة. طلعوا. الفريكة بعدنا نحنا اليوم اللي هي هالحبة الامح اللي بتكون بعضها خضرة. بعدنا لليوم ما عنا مكانات لا باللبنان ولا بالدول العربية. بتنظفها بطريقة مضبوطة. متل ما بيعملوا بالبرغل او غيرها. لانه ما بيع عاليل. شو بيصير. بس نشتريها بتكون كتير موسخة. كتير موسخة. فى شي اوسخ من شي وشي انضف من شي. شو بنعمل فى بس نجيبه مضطرين. نجي نغسلها شوي صغيرة. ومن كب منها هل لقشر. يعني انا بس غسلتها. موروها الكرامي. طلعوا فيها هيك. رححط لكم قدامكم هون. طلعوا غسلتها بس. بيجي. من بعد ما غسلها. واجي انا حطها بقلب هالمصفل صغير. بروحوا عليها. طلعوا. شايفين. برجع الفتش اذا بلاقيلي ها. طلعوا فتشنا ولاقينا حجرة سودة. نرجع. مثل سفتنا ايام زمان. او مثل امنا هلا. من روح على البيت مضيعت. عم تيجي تنقل برغليت. او. عم تنقل هالقمحات. مشان تعملنا امحية. كل شي اوكي. دي عقد. شو بعمل انا. او شي خلان نحرد كون. الطومات والبصلات. واو. ولايكوا اللو بيت كمان قدامنا. بعدنا. بيعقدوا. شو بدي اعمل احياخد كبية. ها ها ها. هايدي كبية. من الفريكي. لانه كل كبية من الفريكي. بدنا حوالى الكبيتين. ونص. من المي. بس انا ضد المي. اصلا مش عم تجي عنا المي يعني. بس انا ضد المي بمعنى. بالاكل استعملوا المرأة. نعمل مرأة خضرة او مرأة الجيش. منسلق الجيش مع الكرافس ومع البصل. ومع كمان ورأة الغار. ومنجي منها. والقرفة وفينا الحط فيها. حظ نعمل بنادورة. نعمل مرأة خضرة. او مرأة الجيش. او مرأة لحمة. ونستعملها لأكلاتنا. تكون مطعمة. مش مي من الحنفية. ويلا كب وفوق الرز. ما بيطلع عكلنا منيح. ومشان هيك منلاقي ساعتها المصيبة وين. بجسمنا. اوكي. بصل. جينا. نزلنا. لايكوا كيف. متل ما عملت الرز مبارح. انا. هالكباية الحلوة. على الزيت الحامي. بهالطريقة. شو يكن نعمل كباية وشوي. شباب شو رأيكم شباب. اوكي. الكباية وشوي. عملكم شوي. هايدي كباية. ونتفيه صغير. ساعد الكباية ونص. لكن اذا كان. كل كباية احبائي. من. الفريكي. بده كبايتان ونص. من المرأة. يعني كبايتان ونص. ونص كباية بده كباية ونص. يعني انا اربع كباية. يلا اربع كباية. اربع كباية. شو يعني. نروح على المرأة اللي عم تغلي. اللي هي كمان طلع. اربع كباية. كل اثنين. اسمعتوا الصوت. هاك لازم اسمعتوا الصوت. كل اثنين كباية. انا بدي اربع كباية. انا بدي اربع كباية. كمين كفاكير حطينا اثنين صار بدي بعد ستة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة وستة وبيجي بنصل الموضوع ورح الكمين هون رح شيلهم شوية صغيري رح حطهم هون طلعوا كل شي محضر ومنيجي منحرك هيك حطي ناخد مجدنا شوية ونقرب شوية صغيري على الغاز هاي دي لهاي وهي لهاي اوكي صار عنا انا هلا الفريكي مع البصر والطوم دخل اكيد طعمات من المرأة تبعيتي وبالحبوب هار لان المرأة تبعيتي انا معدلة هلا بعدين انا بدو اذا بشوف حالي نقصة اي طعمي معيني بحطله وكمين انا مش هنكون ازكو واشطر وانا الامي والعالم كذا بحطله بقلبه اذا بدي عود ارفي او ورقة غار يعنا فين يجيب هون ورقة غار طلع ورقتين غار وحطهم بقلبه هيك بكون شو اهتمت باكلتي اكتر متل بس واحد يزين الاكل هو عم بهتم انا باكلتي اكتر عم بعطيها طعمي انا اكتر هيك كمين تطلع اكيد اطيط بان رح نروح حلق لكو هون اللوبي وين صارت بتعايد اللوبي هون يا شاف شادي طلعوا بعدها اللون الاخضر اللي عنده بعد حوالة دقيقة دقيقتين شو بعمل انا بشيله وبحطه انا بالمي المتلجي صارت وساعته فيني فرزه ساعته حطه بالفريزر اعمل اللي بدي ايه ساعته من دون انا اي مشكلة لانا رح اعمله انا هلق رح ولق بعدين هون رح ولق هون وراح كفي انا طلعوا كيف رح جيب التوم اللي عندي وستطلعوا التوم طلعوا التوم اللي عندي اذا بتريد طلعوا شايفين؟ واو التوم اللي عندي انا رح اعمل شغلي رح اجي انا قصوا بهالطريقة بالنص وراح استعمل الحبه متل ما هي يعني رح خليها الحبه متل ما هي طلعوا بقلب الباصليت اللي هني تبعين للوبيت وراح اجع سكر هون اعملوا معروفة على الفريق اللي رح اعمله هلق كمان رح اجيب رح نلبس كاف ونقطع اللحمات للوبيت اللحمة ممكن تكون مفرومة نعمة ممكن تكون مفرومة يخشنة اللي انا بدي اعمله اليوم هو اللحمة اللى مقطعة رنسةใหصفور وراح حطة وين راح حطه على انا جبت له انتركوت واو طيب كتير وتستوي بسرعة رح حطها على البصل والثومة وبعدين رح حط عليهم اللوبيه وبعدين للكل بنادورة كيف مقطعة نتعقد بجنيه هلا كميما حطها كلها سوا طبعوا كيف؟ وهون هيك وانتبهوا اكيد بيكون دينتنا على الغاز مش الميح تحترق عنها للبصلة ولا الثومية بيعقدوا هلا نزيح شوي نشيل اللوبيه طلعوا اللون الاخدر الحلو ونحطه بالمي المساقع على بتشوف اللون كي بيضال لكن لدينا الفريكي عم تغلي مظبوط لدينا اللوبيه تنقول بالفريزر او هلا سلقين اللوبيه شلناهم من محلهم بهالطريقة اوكي وجينا نحنا هلا لدينا البصل والثوم رح نحط عليه اللحمة والبندورة واللوبيه بصير لحمة البندورة اللوبيه البصل زيت زيتون وثوم عم يغلوا مع بعضون ببهرن وبكمنن مع بعضون وعندي الفريكي حده خلصة الطبخة صار فينا نروح بس ثلاثة دقايق ومنرجع بسرعة مش دي تانا ومس ثلاثة دقايق ونرجع بسرعة لعن الشيف شادي اخر محطة مع الشيف شادي ومتل ما كان مبلشنا بيخنة اللحمة مع الفريك وعم يقص راس عصفور ورشة ملح ما رح خلي اللحمة راس العصفور تخسر ولا شوية مية التدى راس عصفور لما كان معنا صار معنا احبايا راس عنا فيكم الفقرة اليوم الاخيرة من ورشة ملح شو عملنا قبل زيت زيتون بصل طوم فريكي كنا مغسلينها جينا قاينها من بعد ما غسلناها اخدنا كباية ونص منها لكل كباية من الفريكي بده كبايتان ونص من الماي اقل شي في عالا بيحطولها كمين ثلاث كبايت لانو بيحبوها مستويه اكتر انا لأ بحبة تكون عم تقرقش نتفي صغيري بحطولها كبايتان ونص وانا بحب بحطولها مش مي مرأة خضرة او مرأة لحمة ما عندي مشكلة اذا حطيت لحمة للاكلة مع اللحمة اليوم او قجاجة او يمكن تكون فريكي والمرأة تكون سمك وانا اقدم لفريكي مع السمك يا غيدا ام اوكي مسبب تحوزن بيهلا قدام التوم والبصر واو هايدي شغلة اتنين ساندورج جبني ما عملت اللي اليوم والمشاهدين اللي حسدوني قال ايه اكيد تأكل اوكي اللوبيا شو عملنا فيه اللوبيات مية عم تغلي حطيناها ملح لكل لتر من المية حطيناه ملعة صغيرة من الملح يعني شبقى جرامات اوكي ذاكريا هايدي دايما دايما اوكي بعدين اللوبيا كنا من قينا كنا مقطعينها حطيناها بالمية اللي عم تغلي سكرنا عليها بالكفر اوكي منيح بس تجوا اتغلي تشلت عنها الكفر مية مساقعة مع تلجة لمتلجة حطيناها بقلبها لايك شو حلوه اممم افتح ايدايكي بشاهدين شكلة بشاهدين شكلة لوا دخيلك فستان بشو في بس الخبار ايه اين جيت شكلة بشاهدين اونا بحب اللوبيا كتير لأ اللوبيا هللا انت كمان صباة على ريكار يعني اوكي هللا اللوبيا هللا بالتحديد شو عملنا صفينا اللوبيا نحنا اتحط حانك مواقف باكي متل ما بقولوا مية أسكلة يا الله نبضخ اونا نحب اليوم اوكي بدنا نعمل شغلة كتير حلوة او فينا نعمل شغلة كمان كتير حلوة انو احنا مرحينا نحط اللوبي ضغري مع البصل ومع التوم وبعدين او نحط اللحم بعدين اللوبي ونمشي بها الطريقة بس بها الطريقة انا فيني وبتطلع طيب بتعقد والقيمة الغذائية بتكون اكتر احبائي بس ما بقدر حافز على اللون الاخضر طبعا اللوبي ولانو اللوبي غادية متل ما قلت قبل نحنا دايما نعتمد انو منعملها ونحطها بالفريزر يعني منسلق يعني احنا كتير نحنا لشعبنا بيحب يسلق قبل ويحطها يستعمل بعدين فانا عم بعمل نفس الطريقة في طرق تانية بس انو حتى نقرب لهم الطريقة ومسل ما كنت عم تقول بدنا نحب ولا بدنا ناكل ايما انا بنعرف انو واحد سيطبخ بحب تطبق تطلع الطبخ ما فيني ما فيني غيدة خطا وانو انت كمان تطبخ بحب مع الاكل بس بس الحب عن حب بيفرق يا غيدة لا بس هيدا اهم شي لانو تطلع الاكل غير شي كمان مظبوط انا دايما مغروم بالاكلات تابعولي هوتا بقولك انت ومغروم بالمشاهدين مغروم بتغزل بالاكل متل كأنو متل كأنو شو بدي قليك اااا متل كأنو متل كأنو شغلي حيي المي بتابعين تابعين اوكي برابع عليك لكن شو حلوين هون طلعوا صار علينا اللوبيات مع اللحمات ما فيوا ميو ابدا هالبستات هالتومات التوم خليتن هاكي كل فصلة واحدو بتاعتن بالنص هون بيجي انا شو بعمل بحط عليهم البنادورات بيجي انا بحط البنادورة بهالطريقة انا هيك مقطعهم ما بكتركه اللوبيات اللحمات البنادورات البنادورات وهلح استعدوا بالقلمات والورقات تنكتب الوصفات اوكي يعني احنا هلأ بدنا نكتب الوصفة من بعد ما نكتب الوصفة انا هواشي هون رح هيك هون رح حرك شوي لو طنجرة اكبر كنت حركت بسرعة بس معلشي اوكي بهالطريقة ورح ايجي انا هون لم شارت حالك طيب هون وخلص شاشي في وصفة اوكي لك انا عالشاشي عم تطلع عدين الوصفة برجع بعيد دايما دايما لوصفات نحنا لما نعملون دايما اذا كانوا وصفات مالحة مش كتير نركز على موضوع كميات الخضرة الموجودة فيها او البنادورة مش كتير زدنا نقطة زدنا عشر جرامات نقصنا شوية زدنا نحنا متعم ما في عنا اي مش ككتبوها انتو قدامكم خدوا الفكرة عن هيدا الموضوع بس اهم شي بعتقد بها الطبخة كيف نحنا هالاسرار اللي عملناها كيف سلقنا اللوبي وخليناها لو ما الخضرة كيف نحنا عملنا الفريكي بطريقة حلوة راح نشوف الفريكي شوية كمية كمين الماء طبع الفريكي اوكي بها الطريقة اللي حطيناها ليش عم نعمل هيك قد ما فينا لازم نحافظ على القيم الغذائية الموجودة بأكلاتنا صحيح صحيح اذا نحنا حافظنا كتير عليها جسمنا بيضل محيف نظيف جميل محبوب مرسي 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 اوكي راح انتهي الهور وراح اطيك طيب بدي اقول الشاغلي انا نحكي هلأ بنتفي صغيرة احنا مانقول كتير نحكي عرفها دي عموضوع البندورة هادي كانت لهونيك وهادي لهونيك وهول هيك ااها اوكي كيف نحنا منجفف البندورة جبنا قرص البندورة اوكي شلنا من البزر لعنا القشرة شفتها القشرة من دون مي مع الجلدة فيني انا اعمل شغلي دور الفرن اليوم على حرارة 150 درجة اجي انا اطفيه وحط فيه صنية فيها بنادورة على مدة تسعتين ثلاثة بيصير شو؟ المي لا مش صار دراي دراي اكتر تحت الشمس بيصير كتير هونيكي ساندرايب توماتو هونيكي بيصير يعني تحت الشمس ساندرايب توماتو كتير بيبس معنا هلا كان لحكي عن عدد الموضوع بتعزميز متل ما بيقوله بتعزميز؟ هيك بيقوله هيك بتصير هيك ايه هيك من الموضوع متل ما واحد بس يصير فيه تجعيد يعني اه اوكي درجعها بعض ايه هيك بيقوله بس بيقوله شلنا عمل بنحطها بالفرن بعدين ما لقيها دبلت خسرت شوية صغيرة من المي طبعولة ساعتا نحنا فينا نكبسها بالزيت ومع الكابر مع البازيليكي وفينا ناكل نحنا صار عنا بنادورة مكبوسة بالزيت اوكي اما اذا انا بدي يجففها متل ما ببعمل كمان المشمش نفس الموضوع وبعدين اذا بدي بحطهم بخات متل البامي وبعلقهم عندي بس بدي ايهن شو بعمل ما فيني اكلهم بقى مجبور بمية عم تغلي مجبور بمية عم تغلي ايه مع هو نحنا علقنيهم متل البامي البامي انتي ما فيك تجي تاكلية هي ويبسي من نجي نحنا شو منعملها او منقلية او منسلقها ونفس الموضوع نحنا هون البنادورة اللي بتكون يبسي مسحوب منها المي وخاصة تحت بحط الشمس بدنا نجي مية عم تغلي متل ما عملت انا كزا مرة منحطها بمية اللي عم تغلي حوالي ايه 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 تان منصفية وبعدين منحطر له كمان هالكنديمون نحنا بنا نحطه اللي هو ممكن يكون زيت ممكن يكون دفسر الماء ممكن يكون خل البل سميك لبنك هدا موضوع البنادورة انتهى بدا بدا توست اوكي فنشوف لجريل هون بها الطريقة ونولع تحت لجريل وهلا مغزع هدا لعليك اوه هدا لعليك بنادورة كل شي مستوي انا عندي بس لازم تغليه لنتفي صغيري بهالطريقة هون وانا شو بعمل انا هلا هون بجي على المرأة اللي انا عندي اوكي بضفلها شوي ها اكيد هي بدا حوالي عشرين دقيقة تغلي على النار احنا مرح نخلي عشيها معانا اوكي طالع مشكلة بس انه شافوا نحنا شفنا كيف من دون ايا مشكلة هلا منضيفة عليهم اذا بدنا هون هون عنا من الملح اكيد اللي بدو كمان نتفي صغيري من البابريكا الحلوه اتفي صغيري بوجه كمان هون بروح انا على البهار الحلو بروح على الكمون ورح اعمل شغلة كتير حلوه انت ما تعمليها بالبيب عندك وما حدا بيعملها حتى احبائنا ما بيعملوها الا وهي الزنجبيلو طلعي شفتي الدار الزنجبيلو اللي هو الزنجبيل ما منكتر منه كتير شوي صغيري بهالطريقة منجع عمل رده بس ما بتقولي لعائلة حطيتي زنجبيل ما بقول لعائلة ما بتقولي هوني حطوه بس اني ما يقولو لعائلة لانه مثلا ممكن العائلة مرت كتير شو زنجبيل ما منيكل الاكلة بس لما بيحصوا الطعمته ما بيعرفوا شو هو بيكلوها للاكلة بالاخر في كتيرهم تعرفوا انه كان فيها شفاية زنجبيل ها يبلي عيين شفت 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 شو عملي خلونا بس شوية صغيري لايكو ها انا عندي حلوين بتعقد بتجنن رجع بسكر عليها شوية ونتقل شوية عند التوست ونحكي شوية صغيري عن التومة مضبوط صحيح اوكي 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 اول شي قبل ما احكي عن التوم بتخلينا احكي عن الكلاب ساندوش اللي انا عملته اليوم شو عملنا جبنا ثلاث شقف من الباندمي الخبز الفرنسي والتوست اوكي في نوعين مرات كتير العالم بتجيب هيدا اليابس التوست ليش التوست هذا الباندمي اللي هو الطري اوكي اللي هو الطري شو بنعمل بنجي من دوم نحط لهم زبدة بنحطهن على مقلة ازا ما عنا جريل بنجي نحنا بنحمرهم شوية من كل الميلات بنكون شوية ناسفين بالتجيش عجاب عنا صص التوم اللي بنحكي عنا هلا التوم نحنا مشهورين فيها ايه اوكي طلعوا شو حلوه شو بدوش بعدين نمصح بالتوم حطينا شقفة الدجيش المشوية ورقة خاس كبيس واحدة تانية من التوست المدهونة كمان بالتوم او شقفة جبني قبلها بعدين توست بعدين شقفة جبنة بعدين نركبهم فوق بعضهم بس ضروري يكونوا يكونوا بين كل شقفة والتانية شرحة واحدة من الجبنة لماذا؟ لانو الجبنة بس الدوب شو بتعمل؟ يلا يا غيدة ساعديني برابو عليكي بتدوب بتصير شو؟ بتصير متل كأنه بتلزق متل كأنه تلزيق سريع ساري قبل ندخل المسابقات هاو 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 كذا منعمل التوم نجيب عشرة حصوص من التوم منعملهم منقشرهم وحطهم بالفريزر لانو بس سيروا مجمدين بسيروا ينفرموا معنى انعم واذا ما بدكم ما تعملوها مش مشكلة ثلاث ملاع اكبار من النشا مخلطين مع ثلاث كبايات من المي ونحطهم بقلب الطنجرة بس يغلو بنلاقي يكمشوا عبعضهم صار منعندي مثل عجينة مثل الجيلاتين هادي بحطها عجنة بس تبرد بحطها مع التومات بالكمان بالماشين الكهربائيه بالخلاط بخليهم ينخلطوا مع بعضهم ناعم ناعم النشا اللي انا عملته البارد مع التوم مش ناشا يكون فاتر لا بارد بدي يكون ساعتها شو بعمل؟ ملعة صغيرة من الخردل بقلبه شوية رش من الملح شوية صغيرة من البهار الابيض بلش افرمهم وبنزلهم من زيت الزيتون او زيت النباتي شوية شوية تلاقيهم صاروا كرام بدهم هالكمية مدة باكسيموم لتر واحد من زيت الزيتون او زيت النباتي مش اكتر من هايك هلا فينا بعد نحط الله اذا بدنا نوطي او نخفف طعمة التوم اوكي ندوم اياه ايه انو شكلهم عند جد مثل اللبن او طلع هلا هون رح شير هلا قدامكم اذا بتريدو هتا بختين هوا قدامكم صاروا هون عنا التوست يا ها 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 هما كتعلبستك الكفوف حتى ما تقولي طعماتني التوست يا شادي وانت مش حط كفوف لا ولو مش قص ميني زي يا شايف في عالم عندي علقوا انو شايف شادي حاطة كفوف عمي قصة الجاج وقص فيه ونالبصلة اه لا هيك مش حلوة منك مش حلوة مني ابدا بس هلا اكسانجوش مفي مش فلي افضل مش حلوة مني اوكي لكو ها هون ها طلعوا ازا بتريدو صار عندي كلش يجاهز طلعوا هون بتعقد بتجنن طلعوا لي كمان باللوبية بهالطريقة واو شوف اينا نعمل هلا اكيد احبائي انتو خلوا اللوبية عندكم بعد حوالة خمس دقايق او عشو دقايق بعد تغلي وبعدين من قدمها لانو نحنا هلا اوكي عنا اياها بس الصوس بعد معها ايه اوكي فنحنا بهالطريقة نخليها شوية بس الوقت عم ينتهي رح اجي انا هلا هون سكر اخد مع ورقة الغارة الحلوة ولايكل الفريق بما اطيبة وحلوة بالعاقل ورح نجي لهون كمان شو بحب هاكي انا بس بس الوصفة اوكي تنجح بطريقة حلوة والريحة هيك تكون طيبة ماما اقولي كداش وقت اوكي جينا لهون جينا اخدنا نحنا هاللوبي هيك بهالطريقة جينا احطيناها كمان هلا بيقولوا كيف الشبشادي يماسك ماسك الجاط اوكي والكمان عم يحط فيه اشيه صخنة هيك الكفوف هدا برد علينا اوكي طلعوا شو حلوين وطلع شقة في التوم اللي انا حطيتهم شو حلوين بقلبها طلعها كمان بهالطريقة كتير حلو طبع وعملنا انتو بتعرفوا تعملوا اللوبي بتعرفوا تعملوا الفريكي بتعرفوا تعملوا الريز بعد ممكن احسن منه تلبيئة اللوبي مع الفريكي بعد مش متعودين عليها طلع نحطها احنا هون طلعوا شو حلوه هيك واو هون وهلا بيجي انا بزين الفريكي وبجي بزين اليوم كمان غيضة اكتر واكتر بزين غيضة؟ اكتر واكتر هيدي انا وياكم نختم سوا بالصخنة نور بكرا معكم بحلقة بعد اجمل من اليوم ما تنسوا البيروت كوكينج فاستيبال يوم الخميس بكرا يبلش جمعة وسط انو انت لابسك فيه بدت تعطيني يلا تحرق الايدي ناسك كتير شاف نحنا بنشوفك بكرا فايزا دي عالم الصباح رح نتابع اكيد بقية برامج تليفزيون مستقبل مع كده المشاهدين نحنا من خلال عالم الصباح دايما منقولكم ومن خلال تليفزيون مستقبل دايما شوفوا لدعيد ونحنا بنشوفكم بكرا